بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بكم معزائي طلبة الصف الثالث الاعدادي في درس جديد من دروس منهج قواعد اللغة الانجليزية للصف الثالث الاعدادي هذا اليوم سنشرح موضوع مهم جدا في القواعد بالصف الثالث وهو موضوع reported questions كما مذكور امامكم وكما موجود امامكم في الشاشة هذا مثل ما موجود فيه المنزمة مالتنا الحقيقة السؤال المنقول او يسموه مرات الغير مباشر في بعض الحال يسموه reported questions مرات يسموها direct وال indirect questions احنا هنا لنتحدث عن اسئلة يعني اني من اجهنانة الى اللغة الانجليزية ماذا اتحدث عن كلام مثبت ولا اتحدث عن اوامر ولا عن commands ابدا دا اتحدث عن اسئلة كيفية تحويل السؤال المباشر الى غير مباشر هذه هي اللي احنا راح نسويه شنو معنى السؤال المباشر وشنو معنى السؤال الغير مباشر افترض انه انا عندي صديق اسمه علي ففي يوم من الايام التقيت بعلي وسألته قلت له ماذا تفعل الان فمعناها كأن ماذا اقول انا سألت عليا ماذا تفعل الان قعد ساعة او ساعتين من سؤالي لعلي طبعا علي جاوبني قال لي انا اذاكر دروسي الان رحت ورا ساعة او ساعتين التقيت محمد صديقنا صديق اخر الي قلت له سألت عليا ماذا كان يفعل فقال انه كان يذاكر دروسه هذا هو السؤال المباشر وغير المباشر السؤال المباشر عني من سألت علي قلت له اجدت سوي ماذا تفعل الان قال انا اذاكر دروسي السؤال الغير مباشر اللي هو انا رحت نقلت السؤال اللي سألت العلي لمحمد وقلت له انا سألت عليا ماذا كان يفعل وقال لي انه كان يذاكر دروسه هذا هو السؤال المنقول وغير المنقول طيب كيف ممكن ان انحول السؤال من صيغة المباشر الى صيغة غير المباشر واحنا احنا الى حد الان سنتحدث عن اسئلة طيب اجي اسأل نفسي واقول كم نوع من اسئلة كم نوع من الاسئلة موجودة عندي باللغة الانجليزية ما عندي غير نوعين ما قالهم ثالث يا اما يكون سؤال قويل يعني يسموه الopen question واللي هو دائما يبدأ بماذا يبدأ بادات سؤال WH question من هي الWH question عندي الwhats والوين والwhere والwho والwhom والwhos والwhy هاي كلها تعتبر اسئلة WH questions وايضا عندي الhow والhow many والhow far والhow long والhow often هاي ايضا كلها تعتبر ادوات سؤال عندما احول السؤال من صيغة المباشر الى صيغة غير المباشر اداة السؤال هذه لا اغيرها تبقى كما هي تنزل في مكانها تبقى كما هي تنزل في مكانها ما اغيرها ابدا ولا احذفها ولا احولها الى اي شيء اخر تنزل في مكانها اداة السؤال تنزل في مكانها النوع الاخر من الاسئلة هي الاسئلة التي تبدأ بافعال مساعدة والأفعال المساعدة كثيرة عندي عندي أفعال المساعدة الـ verb to be الـ am والـ is والـ are بالمضارع الـ was والـ where بالماضي عندي الـ verb to do الـ do والـ does بالمضارع والـ did بالماضي عندي الـ verb to have الـ have والـ has بالمضارع والـ had بالماضي وبعدين تجيني المودلز اللي هي الـ will والشل والمي والكان هذه أيضا موجودة فإذا إذا بدأ السؤال عندي بأحد هذه الأفعال المساعدة ففي هذه الحالة أحذف الفعل المساعد ويتحول عندي إلى حالتين مرة أسوي F ومرة أسوي الماضي مالته فمثلا إذا كان عندي سؤال يبدأ بكان خايل كان راح تنحذف الصير F والصير مرة أخرى كد فمعن ضمن سياق محدد هذا الموضوع يبدو واضح جدا عندما أخذ سؤال وأبدأ أحوله إلى من المباشر إلى غير المباشر راح تشوفون أن هذا الموضوع يصير واضح جدا أذكر دائما أنه عندما أحول السؤال المباشر إلى غير المباشر أذكر حالتين مهمة جدا الحالة الأولى أنه أنا أتحدث بالماضي دائما يعني دائما السؤال غير المباشر يكون بصيغة الزمن الماضي يكون بصيغة الزمن الماضي أرجع خطوة إلى الوراء بالزمن فدائما حد شي راح يكون بالماضي السؤال غير المباشر دائما يكون بالماضي فإذا دائما أحول المضارع إلى ماضي مضارع بسيط يصير ماضي بسيط مضارع مستمر يصير ماضي مستمر مضارع تام يصير ماضي تام طيب أستاذ وإذا هو أصلا كان السؤال بالماضي يصير ذاك الوقت ماضي تام يعني الماضي البسيط والماضي التام هذه كلها تتحول إلى ماذا تتحول إلى ماضي تام دائما تتحول إلى ماضي تام طيب يعني كل الماضي يتحول إلى ماضي تام هل هذان الحالتين اللي لازم أذكرهن وبعدين راح نشوف أنه إحنا دائما عندما تحول السؤال من صيغة السؤال المباشر إلى صيغة السؤال غير المباشر فانت الحقيقة اللي تسوي تتحول السؤال من صيغة ال question صيغة السؤال نحوله الى صيغة جملة خبرية مثبته هنانا راح نجي شوية نوقف ونسألنا في سنة نقول طيب احنا شون نقدر نحول يعني كيف يمكن انه احول سؤال من صيغة السؤال الى صيغة المثبت طيب واجي هنانا اسأل نفسي واقول شلون انا اسوي هذا الموضوع خلني ناخذ سؤال نكتب هنا سؤال ونشوف كيف نحول هذا السؤال من صيغة المثبت السؤال الى صيغة المثبت واقول مثلا راح اخذ سؤال يبدأ بادات بفعل مساعد واقول R U أحمد R U أحمد واحد اجي سألك قل لك انت اسمك أحمد R U أحمد اوكي خلنشوف بالله هنا احنا من نجي على السؤال باللغة الإنجليزية ماذا يميز السؤال باللغة الإنجليزية اللي يميز شيء واحد هو تقدم الفعل المساعد على الفاعل هذا هو اللي يميز الأسئلة باللغة الإنجليزية دائما دائما يتقدم الفعل المساعد على الفاعل وحتى إذا جبنا سؤال باستخدام أداة سؤال اللي هي for example what are you doing راح اللاحظ أيضا انه الفعل المساعد يتقدم على الفاعل هذا هو هذا هو نوعين الأسئلة الموجودة عندي باللغة الإنجليزية هذا سؤال يبدأ بفعل مساعد وهذا سؤال يبدأ بأداة سؤال what are you doing what are you doing اوكي طيب هنانا إذا أريد أحول هذه إلى جملة مثبتة أسوي بكل بساطة أقدم الفاعل على الفعل المساعد فشي الصير الصير you are أحمد تبهي جي حالة نفس هذه نفس هذه الجملة بدل أن كانت سؤال صارت الآن جملة خبرية مثبتة سويت قدمت الفاعل على الفعل المساعد وهنانا أيضا شوف what أنزلها مثل ما هي ماكو داعي لأن أغير what ال what تنزل مثل ما هي what بعدين أجي شأسوي أحول الفاعل أخليه قدام الفعل المساعد فأصير what you are doing بهذا الشكل آه أوكي شوف اثنيناتهن بعدهن يحملا نكهة السؤال what you are doing what are you doing نفس الشيء ولكن هنا هنا صيغة سؤال باللغة الإنجليزية تحولت إلى ماذا إلى صيغة جملة خبرية سويت كل اللي سويته فقط قدمت الفاعل على الفعل المساعد لا أكثر ولا أقل خلص تهى الموضوع هذه خطوة مهمة جدا بخطوات حل الجمل الاستفهامية والأسئلة من تحويلها من باشر إلى غير باشر خطوة مهمة جدا أنه أنا دائما أذكر أنه أقدم الفاعل على الفعل المساعد حتى ماذا حتى يتحول السؤال إلى إثبات وهنان أيضا نعرج على خطوة مهمة من هذه الخطوات اللي هي أنه أنا دائما إذا ألقي بجملة السؤال do أو does أو did جايتني كأفعال مساعدة أحذفها السبب ليش أحذفها لأنني سأحول السؤال إلى جملة مثبتة وإنتوا تعرفون كل الزين أنه do والdoes والdid هذاني الأفعال المساعدة لثلاثة ما يجن بالجملة إلا إذا كانت يا إما جملة سؤال أو جملة نفي أما جملة المثبتة ما موجودة بها هذاني هذاني ما موجودات فيها فبما أنه أنا رح أحول جملة السؤال إلى جملة مثبتة إذن الأحرابية أنا أشير هذول طبعا عملية رفعهم من الجملة رح تؤثر على الفعل الذي يليهم ورح نشوف شلون تؤثر على الفعل الذي يليهم ورما حولنا الجملة إلى من جملة المضارع إلى جملة الماضي تجي هذاك الوقت نقوم بالتحويلات مالتنا اللي هي تحويلات الضمائر الضمائر دائما تتحول وهنا أنا أكو عندي ملاحظة بسيطة وهذه كلها راح تشوف تبين عندك بنحل الأسئلة هذني الضمائر أنا عندي نوعين من الضمائر الضمائر الآي والمي والماي هذول دائما يرتبطون بفاعل الجملة المتقدمة وبقية الضمائر يرتبطون بمفعول به جملة المتكلة طبعا أنا هنا أنا من أكون عندي سؤال أحمد قال لي آني قتلها الأحمد فلان قال فلان هذني فلان سأل فلان هذه كلها يسموها الجملة المتقدمة وبعدًا الجملة الخبرية تجي بعدها إذا موجودة عندي ظروف زمان إذا توفروا في جملة السؤال فيتحولون إلى هذه الظروف اللي أمامها والعبارات في جملة الجوال يعني جملة السؤال غير مباشرة الأقو تصير before الناو تصير then اليستردي تصير the day before tomorrow تصير the following day or the next day الnext week أيضا تصير the following week الهير تصير there today سير that day this سير that والذي سير those حسا خلي نجي ناخد جملة أول مرة خلي ناخد جملة من الجمل الكاملة جملة سؤال غير مباشرة كاملة نقول مثلا I asked أحمد أنا سألت أحمد ماذا كان يفعل شوفوا هناك أكون عندي I asked أحمد هاي نسميها الجملة المتقدمة أو جملة المتكلم وهذه هي الجملة الخبرية what he was doing ولو تشوفون هنا شنو اللي يميزها يميزها أن الفاعل جاي قبل الفعل المساعد الفاعل جاي قبل الفعل المساعد خلي نجي الآن إلى جمل موجودة عدنا في الملزمة وموجودة عدنا بالكتاب أيضا ونبدأ ناخدها جملة جملة ونحول هاي الجمل من سؤال مباشر إلى سؤال غير مباشر ونبدأ بجمل بسيطة خلي نبدي بجملة بسيطة جدا أول مرة ونشوف شلون نقدر نحولها من مباشر إلى غير مباشر وناخد جملة أولى ناخد الجملة هاي الفوق العدنا أقول مثلا I asked أحمد I asked أحمد وأفتح هذا What are you doing ماذا تفعل هذا السؤال بالوزاري يجي بهذا الشكل وهنا أنا يفتح لك قوس يفتح لك قوس ويقول لك reported question بهذا الشكل بالضبط reported equation يعني سوي لي هذه الجملة جملة reported equation طيح خلنجي هسا ونحاول نسوي هاي الجملة جملة reported equation أولا وقبل كل شيء هنا أولا وقبل كل شيء اللي أسوي أنه أنا أجي على هاي الجملة what are you doing هذا هو السؤال جملة جملة المتكلم هاي بالبداية تنزل مثل ما هي ما لعلاقة بيها نهائيا هذه أنزلها مثل ما هي من دون أي تغيير يعني تنزل عندي من دون أي تغيير وتنزل هنا عندي أقول I asked أحمد في هذا الشكل أجي بعديا أحذف علامات الاقتباس وأحذف أداة السؤال ويا يا رجاء هاي الخطوات ما للحل أحذف أحذف علامات الاقتباس وأحذف أداة السؤال ظلت عندي هاي الجملة بوحدها what are you doing هاي الجملة لو أريد أحولها من سؤال إلى إثبات راح أصير عندي what you are doing يعني جبت الفاعل حطيته قدام الفعلي المساعد فتصير what you are doing ومثل ما قلنا إذا كان السؤال يبدأ بأداة سؤال فتنزل أداة السؤال مثل ما هي ما أبدلها بعدين أجي وراها أحول الفاعل هذا أجيبه وين أجيبه قدام هذا الفعل أجيب الفاعل قدام الفعل يعني هذا الفاعل هذا أوكي هذا يجي عندي هنا أنا يصير طب ضبط بهذا الشكل أوكي يصير بهذا الشكل وصير what you are doing طيب هسا لو أشوف خلي أكتبها لهاي الجملة بله يعني نكتب هاي الجملة والله خلينا نكملها what you are doing what you are doing أوكي what you are doing بعدنا ما كملنا بعدنا ما كملنا الجملة يعني بعدنا إلى حد الآن الجملة هذه ما كملناها بشكل كامل هاي مجرد جزء من الحل إذن صارت I ask أحمد what you are doing جملة بعدها جملة كل اللي سوينا حولنا جملة السؤال إلى جملة مثبتة قدمنا الفاعل على الفعل المساعد أوكي وشن علامة الاستفهام ليه أشي أنه بعض ما كدعي العامة الاستفهام ما كدعي العامة الاستفهام صار السؤال صار إثبات هسه أريد أحول المضارع إلى ماضي شنو اللي عندي هنا مضارع عندي are doing هذه جملة بزمن المضارع المستمر شصير الصير ماضي مستمر كل اللي أسوي are doing هذه يا إما تصير was doing أو where doing تمام له لا حسب نوع الفاعل شمل هذا أجي شأسوي أحول الضمار أجي أباوة على الضمائر الموجودة عندي بالجملة هنا شعندي عندي بس الضمير you هذا لا هو i ولا me ولا my معناها هذا بمن راح يرتبط راح يرتبط بأحمد ما راح يرتبط باي لو كان هذا i أو me أو my كان ارتبط بمن كان ارتبط بفاعل الجملة المتقدمة لكن بما أنهم مو هذه لا أي ولا me ولا my you راح يرتبط بمن بالمفعول به مال الجملة المتقدمة طيب المفعول به مال الجملة المتقدمة هذه أحمد أحمد يعني إذا أريد أرجع إلى الضمير مالتهي هذا اسم مذكر تمام لولا يعني معناها أحمد هنا راح يصير عندي بي ثلاث تصريفات ثلاث تصريفات راح أصير بأحمد شن هي التصريفات أحمد إذا كان فاعل راح يكون i تمام راح يكون هي عفوا صح وإذا كان مفعول به راح يكون هم وإذا كان ضمير ملكية راح يكون هز هاي هي التصريفات مال أحمد أجي أباوة على هذا الضمير الموجود بالجملة أقول هذا الضمير شنو هنا موقع من الإعراب فاعل ومفعول به راح ألقي فاعل إذا بما أنه فاعل راح أعوض عن نبي من ه ماشي فإذا هذا اليو هذا اليو راح شي صير هنا راح يصير عندي ج راح يتحول إلى ه شوف هذا اليو تحول إلى ه يعني لا أمن الضمائر سوين ضمائر الجملة الخبرية دائما تكون لها علاقة بمن تكون لها علاقة يأما بفاعل أو مفعول به الجملة المتقدمة من ريد نحول السؤال عفوا من مباشر إلى غير مباشر إذن صارت هسا عندي الجملة ما ترهم لازم شي تصير هنا الار أحول إلى ماضي فتصير واز وانحلت الجملة إذن الجملة الجديدة ماذا ستكون تكون أحمد وط هي واز دوين بهذا الشكل وانحل السؤال إلى حد الآن طيب أعزائي الطلب هذا هنا حلينا هذه الجملة بهذا الشكل نجي الآن إلى جملة أخرى شوفوا أنطيكم نصيحة في هذا الموضوع يا أبنائي ويا بناتي كل ما تحلون أسئلة أكثر وجمل أكثر كل ما تتعودون على خطوات حل هذه الأسئلة يعني ما أجي أحل سؤال سؤالي أن أحول من مباشر إلى غير مباشر لا 10 15 20 سؤال أكثر كل سؤال موجود عندك يعني باللغة الإنجليزية أي سؤال تسأله النفسك إلى الآخرين بإمكانك أن تحول من مباشر إلى غير مباشر فلا تتقيدون فقط بأسئلة الكتاب وسعوا شوية مدارككم وطلعوا إلى أسئلة أخرى جديدة مو إلا أسئلة الكتاب نأخذ أسئلة أخرى طيب نجي إلى سؤال آخر أقول لك مثلا سؤال أقول على سبيل المثال he asked me هو سألني شخص ما سألني قال لي will you be able to come to the party هل ستكون قادرا على أن تأتي إلى الحفلة واحد يدي يعزمني قال لي هل تتطيع أن تأتي إلى الحفلة شوفوا هنا هنا أكو تكنيك آخر بإمكاننا أن يوضحنا هذا الحل بشكل كبير جدا أصعب خطوة هنا بعملية تحويل الأسئلة من المباشر إلى غير المباشر هي عملية مواءمة الضمائر معظم الطلاب والطالبات عندنا يوقعون بهاي الخطوة هي مواءمة الضمائر أنه أنا ملاءمة شنو معنى ملاءمة الضمائر معناها تغيير ضمائر الجملة الخبرية هذه تغيير ضمائر الجملة الخبرية بما يناسب منه ضمائر الجملة المتكلم الجملة المتقدمة فإذا كانت هنا متوفر عندي الضمائر آي أو مي أو ماي راح يرتبطون بمن وإذا كان غير ضمائر غير الباقي الضمائر الأخرى فكلها راح ترتبط بمن بالمفعول به آه بس شنو معناها ترتبط بالمفعول به أي تتغير بما يلائم المفعول به مع الجملة المتكلم خلي نجي إلى هاي الجملة ونريد نحولها من جملة سؤال مباشر إلى جملة سؤال غير مباشر أول مرة خلي أفتهم المعنى أقول he asked me معناها هو سألني سألني إلي أنا سألني أنا أنا أوكي ماشر أجي أول مرة أنزل جملة المتقدمة مثل ما هي وأقول he asked me أوكي طيب هنا أباوع أحذف أدوات الاقتباس وأحذف أدوات السؤال طيب أباوع على الجملة الجملة الخبرية أو جملة السؤال ألقاها ماذا تبدأ بفعل مساعد مدام تبدأ بفعل مساعد اللي هو الول هذا فهذا الول راح ينحذف وراح يتحول إلى حالتين يعني راح يتحول إلى واحدة من هذه الحالات فيأما يتحول إلى يعني من راح أحول راح أحول إلى هذه الشغلة شوفوا شون راح نقدر نحول هذا الجملة هذا الول هنان راح أجي شا سوي بي راح أجي أحذف ويتحول عندي إلى حالتين الحالة الأولى أنه يتحول إلى ماذا يتحول إلى f يعني يتحول إلى f طيب من أجي أحول إلى f معناها هذا راح أشيله وأول مرة شي تحول عندي يصير عندي f وبعدين شي يصير يصير الشكل الماضي مالت يعني would وهنان شا سوي أكو عندي هنان أيضا شي آخر دائما بما أنه آني قلت راح أحول جملة السؤال إلى إثبات إذن لازم الفاعل مال الجملة الخبرية يسبق الفعل المساعد يسبق الفعل المساعد يعني معناها هاي اليو هنان تحويلاتها شون راح نحولها راح تجي وين تقعد عندي تقعد هنان بالضبط هنان تصير هذي تصير بالضبط هنا فتصير بهذا الشكل اليو تصير بالنص طيب خلي أجي هسا أحول الضمار طب الكل شي أحول الضمار أجي أباوع هاي اليو هي الضمير الوحيد الذي عندي بالجملة مو تمام will you be able to come to the party الضمير الوحيد هي اليو طيب اليو لا i ولا me ولا my معناها هاي راح ترتبط بمن ترتبط بهاي المي ترتبط بهذه المي أوكي فإذن هنان راح شأسوي راح أجي أربطها بمن أربطها بهذه المي طيب شراح تصير راح تصير هي asked me هي asked me هاي الي asked me هنان راح أجي أسويها بشكل آخر شور راح تصير هي asked me if أنزل ال if مثل ما هي تمام لولا بعدين أجي علي ويا من راح أربطها راح أربطها ويا المي المي هذي شنو بالله التحويلات مالتها يعني أنا من أجي وأقول مي هاي المي خلي أجي أشوف تحويلاتها شنو أجي إذا كانت المي صاعلها i والمفعول به مالتها وضمير الملكي أو صفة الملكية عفوا مالتها why إذن أجي أباو على هذا الضمير اليو أجي أسأل نفسي أقول هذا ضمير اليو شنو هنا عندي فاعل ومفعول به لا والله نانا بمعنى فاعل جاي ورا الفعل المساعد مباشرة وفاعل بما أنه فاعل راح يتحول إلى ماذا راح يتحول إلى I فراح يصير هنانا عندي هذا يصير عندي شنو يصير عندي I فهنانا هاي اليو وحولناها إلى I طيب معناها صارت if I would be able to come to the party وخلص انتهى الموضوع خلص حولنا المضارع إلى ماضي وضع دي أجي هنا أباوع هل هناك من فعل آخر ممكن أحوله إلى ماضي لا خلص هل تكم هنا بعد ما كو داعي تتحول إلى ماضي أنا حولت ال would دائما يجي وراها يجي وراها أفعال مجردة فإذلك بعد ما كو داعي راح تصير راح تصير he asked me if I would be able أنزل الجملة مثل ما هي to come to the party بهذا الشكل خلص وأصبحت الجملة كاملة عندي طيب نجي إلى جملة أخرى نحل جملة أخرى الجملة الأخرى مثلا تقول هذه تقول مثلا أحمد asked علي أحمد سأل علي do do you still like the job هل لازلت تحب عملك do you still like the job هل لازلت تحب العمل اجي هنا اباوع عندي جملة متقدمة اللي هي احمد asked علي لو اريد احول هاي الجملة الى ضمائر فاقول he asked him he asked him هو سأله احمد سأل علي اباوع على الجملة السؤال يبدأ بفعل مساعد بما انه هذا السؤال يبدأ بفعل مساعد اذا انا اش اسوي اجي هذه الجملة احولها الى جملة خبرية ولكن بماذا مثبتة اجي اول مرة على الفعل المساعد الفعل المساعد عندي do تمام لولا اذا هذا do راح ينحذف من دون ان يعوض عنه وانا do do you still like the job هذا هنا فعل مساعد do فاحنا قلنا اذا جملة جملة السؤال موجود بها do او does او did ينحذف ينحذف من دون ان نعوض عنهم بشيء اذا هذا do ايش راح يصير راح فقط ينحذف ويتحول الى ماذا يتحول الى if هذا الشكل هذا يتحول الى if ينحذف ويتحول الى if طيب اجي اليو هذي الضمير احول الضمائر اباوح هنا عندي بس ضمير واحد اللي هو اليو اليو بمن راح يرتبط راح يرتبط بالوفعل به ما ارتبط بالفاعل هذا لا i ولا me ولا my راح يرتبط بالعلي خلي نشوف بله تصريفات علي هذا شنو بله تصريفاته خلي اشوف خلي اصرفه الى ما يوازي واجي علي فاعله هي تمام لولا المفعول به مالته هم صح هم وصفة الملكية مالته الصير هز طيب اجي اباوع هذا اليو شنو هذا فاعل لو مفعول به لا والله فاعل هذا هنا فاعل شون عرفته فاعل جاي ورا الفعل المساعد دائما يجي فاعل فاذا هذا شو راح يتحول الى ماذا الى هي يتحول الى هي اليوها يصير هي still تبقى مثل ما هي اجي احول شكو عندي فعل هنا مضارع حول الى ماضي اللايك هذا مضارع بسيط يتحول الى ماذا يتحول الى ماضي بسيط وراح يصير لايك هذا من الافعال القياسية والذجوب تبقى نفسها إذن هذا اللي سويته خلاص انتهى الموضوع حذفت الدو وما عوضت عنها بشي خلاص الدو والدز والدد لما تحذف ما تعوض عنها بأي شيء ما يعوض عنها بشيء اليو صار هي لأنه يرتبط بمن يرتبط بي المفعول به واللايك الصير لايك إذا أجي أريد أنزل السؤال كسؤال غير مباشر يصير أحمد asked أحمد asked علي if he still liked the job خلاص ها هي انتهى الموضوع شفتش قد موضوع بسيط جدا بمجرد أن تتعلم علي مصيط جدا ناخذ مثال آخر ونجي على بعض الملاحظات المهمة اللي أريد من عندكم تعرفوها في هذا الموضوع نجي إلى مثال آخر اللي هو يقول مثلا she asked him okay she asked him have you ever have you ever had a scary experience experience a scary experience when flying هذا أيضا سؤال وحدثت قابل طيار وقلت له هل في يوم من الأيام تعرضت إلى موقف مخيف وأنت تطير بالطيارة صحيح أجي أباوع سهلة الجملة الأولى مثل ما قلنا تنزل مثل ما هي she asked him she asked him هاي ما لعلاقة بيها تنزل مثل ما هي أباوع هنا الجملة بما السؤال تبدأ بفعل مساعد have have فعل مساعد إذن هذا الفعل المساعد راح يصير عندي شنو راح يصير يتحول إلى حالتين هذا يتحول إلى حالتين طبعا هذا لا do ولا does ولا did فلذلك راح يتحول إلى حالتين الحالة الأولى راح يصير if والحالة الثانية يصير الماضي مالته اللي هو had أوكي وخلص انتهى الموضوع ها هي أجي على الضمائر الضمير you هذا هنانا شنو ضمير فاعل بي من مرتبط مرتبط بالمفعول به بهم هذا الهم هنانا عندي بي ثلاث تصريفات صحيح لولا هذا التصريف الأول وهذا الثاني وهذا الثالث التصريف الأول مالته إذا كان فاعل فراح يصير he طبعا إذا كان فاعل يصير he نانا هذا إذا كان فاعل راح يصير he وإذا كان مفعول به يصير him وإذا كان صفة ملكية فيصير his إذا هذا هنانا شنو فاعل لو مفعول به لو شنو هذا لا فاعل جاي ورا الفعل مساعد إذا هذا شرح يصير راح يصير عندي هذا يصير he تمام لو لا إذا هذا راح يصير he هذا معناها أجي أقول هنانا راح يصير عندي he طيب هذا الhe مثل ما قلنا وين راح يكون مكانة بالضبط راح يكون مكانة بالمنتصف هنانا ما بين أداة الشرطية هاي f وما بين شنو ما بين الفعل المساعد اللي حولنا فإذا هذا راح نجيبه نخليه وين نخليه هنانا أوكي وراح يصير شور راح يصير الموضوع مالتنا راح يصير بهذا الشكل هاي هنانا شوية رجعها لي ورا وصير he بهذا الشكل تشوف شلون فإهنانا صارت عندنا بهذا الشكل الجملة مالتي طيب هسه هل هناك شيء آخر ممكن أن أغير أستاذ لا ها هي من يكون عندك هاذ أو هاز أو هاد هنانا لا تغير الأشياء الأخرى الهاذ والهاز لا تغير الأشياء بس مجرد تحذفها تحولها إلى f وتحولها إلى هاد وتنزل باقي الجملة مثل ما هي شوفوا جملة السؤال الغير مباشر شور راح تكون عندنا راح تكون عندنا بهذا الشكل بهذا الشكل أنزل الجملة البادئة مثل ما هي she asked him أنزل ال if هسه هاذي شوفوها هاي هاي أنزلها if he had وأنزل باقي الجملة مثل ما هي if he had ever had a scary experience when flying وخلص هاي انتهى الموضوع هذا هو هذا هو يعني كل الأمثلة اللي ممكن تجيكم بالحالات مالتها هذي بهذا الشكل في السؤال تحويل السؤال من واشر إلى غير واشر بالريبورت موضوع بسيط جدا دائما الجملة البادئة تنزل عندي مثل ما هي شوف هاي الجملة البادئة دائما نزلت مثل ما هي من دون تغيير أبدا نزلت الجملة البادئة مثل ما هي هاي الجملة البادئة she asked him هاي الجملة البادئة نزلت عندي مثل ما هي أبدا بدون تغيير هاي الجملة البادئة كنه نزلت بدون تغيير تشوفوني شون بعدين أجي على الفعل المساعد هذا الفعل المساعد هذ يتحول مرة إلى if ومرة إلى هذ أحول الضمير اللي وراء إلى ما يناسبه أحول الضمير إلى ما يناسب هذا الضمير شنو اللي يناسب هذا الضمير اللي يناسبه هو أنه راح يرتبط به من راح يرتبط به مفعول به الجملة البادية مفعول به الجملة البادية شنو هنانا هم تصريفات الهم هي وهم وهز شنو هذا الضمير هنانا اليو جايني بهذا باعتباره ضمير ماذا باعتباره ضمير فاعل الفاعل راح يأخذ هي الهي وين أجيبها أخليها بالنص هنا ما بين ما بين الاف وما بين الفعل المساعد وأخلي الفاعل هنا حتى أسوي جملة مثبتة فصير اف هي هاد وصارت شيء آس مي اف هي هاد افر هاد اسكيري اكسبرينس وين فلاين ولو تلاحظون هنا الجملة كانت بزمن المضارع التام البسيط هاد هاد صارت بزمن الماضي التام البسيط هاد هاد لكن من دون ما تحسون يعني بدون ما تشعر انت أثناء التحويل مالتك كله راح يتحول إلى الماضي وبالتالي راح يصير عندك الحالة بسيطة جدا هذا هو كل موضوع الريبورت ما عندنا مواضيع أخرى غير هذا الشيء الآن ممكن أنه نجي إلى أمثلة الحقيقة ناخذ أمثلة هسه ونجي هاي الأمثلة أن يعني نسويها مرة أخرى من أسئلة مباشرة إلى أسئلة غير مباشرة طيب أعزائي التلاميذ نجي الآن إلى طلب العقفو نأتي الآن إلى الأسئلة اللي مطلوبة من عندي ب أسئلة الريبورت وهاي طبعا الأسئلة وهاي طبعا الأسئلة ممكن تلقوها عدكم في اليونت الثالث وفي الصفحات اللي هسا راح أرد لكم إياها موجودة عدكم في صفحة رقم ستة وخمسين موجودة عدنا في صفحة رقم ستة وخمسين من كتاب النشاط فنطلع صفحة رقم ستة وخمسين الآن اسمحوا لي بس دوروا وياي أنتوا أيضا على صفحة رقم ستة وخمسين في كتاب النشاط فراح نبدأ بالأمثلة اللي موجودة عدنا في الكتاب حتى نحاول أن نحل هاي الأمثلة ومثل ما قلت لكم أبنائي وبناتي كل ما حليتوا أكثر كل ما راح تتقنون هذه المادة بشكل أكبر إن شاء الله فنبدأ الآن بصفحة رقم ستة وخمسين نبدأ هسا بهذه هذا عندك اللانجوج بوكس مالتنا اللي موجود عدنا في صفحة ستة وخمسين واللي يشرح لنا موضوع الريبورت بشكل عام وهاي أسئلة موجودة أمامكم وحلها بالطريقة اللي موجودة على الجهة اليمين يعني هذه هي الأسئلة الغير المباشرة وهنا حلها عدنا بالأسئلة المباشرة وراها مباشرة أكو عدنا تمرين هذا غاية بالأهمية تمرين مهم جدا هذا التمرين راح تقولوا لي استاذ مو هذا أشو تمرين ما لا علاقة بالريبورتد ايه نعم بس هسا صار إلى علاقة بالريبورتد من عام 2005 مستحش أصبح هذا التمرين إلى علاقة بالريبورتد ايه نحن مثل ما قلنا أولادي وبناتي أنه أنا أي سؤال باللغة الإنجليزية ممكن أحوله من صيغة المباشر إلى صيغة غير المباشر كل ما هنالك بس أضيف لشنو جملة متقدمة أقول فلان سأل فلان وخلاص صار عندي سؤال مباشر هسا راح أجي على هاي الأسئلة how long was the training how long have you been flying do you still like the job what is your favorite route how did you feel on your first solo flight have you ever had a scary experience when flying هذاني كل هن راح أخلي الجملة المتقدمة مالتهم هذول الجملة المتقدمة اللي أنا أريد أسأل بيها كل هم راح يكونون عبارة عن هذه الجملة المتقدمة شي asked him هي سألته أوكي هي سألته she asked him ماشي طيب خلي نبدي بلا بالجملة الأولى أديروا بالكم بالجملة الأولى هاي شوية بيها فيك وهنا أنا خلي أكتب أقول she أوكي asked him يلا خلي هاي أو خلي نقول she asked me يلا she asked me حتى تصير شوية ها أسهل هاي شلون أقدر أحولها من جملة سؤال مباشر إلى جملة سؤال خير مباشر شنو السؤال هي سألتني she asked me how long was the training اش قد طول التمرين اش قد طول التمرين كم أخذ التمرين من الوقت اه اجي هسه وأثبع نفس الخطوات الخطوات ما لدي شي تقول لي تقول لي الجملة البادئة تنزل مثل ما هي اذا راح ابدأ بhow long how long اداة استفهام صح لولا اذا تنزل مثل ما هي how long ما اغيرها اوكي how long اجي هسه على يمين اجي على الضمائر ادور على الضمائر احولهم ما القي ولا ضمير ورجاء ابنائي وابناتي هذا هذا السؤال سؤال مهم جدا ويتكرر بالوزاري ما القي هنا عندي ولا ضمير طيب يا اخي وين المشكلة ما اكو ضمير ما اكو ضمير ما لازم ما لازم يعني بالناقص اوكي يعني خلص ما اكو ضمير الحمد لله ما اكو ضمير اذا ما عندي مشكلة اوكي المشكلة الاكبر انحلت بس اكو هنا شوية شغلة بسيطة جدا اباوع على زمن الجملة how long was the training هاي الجملة بيا زمن شو تقولون was that the training عفية هاي بزمن الماضي البسيط عفية عليكم هاي جملة بزمن الماضي البسيط جربها لكم اشنا the training ترى هاي the training هاي مو مستمر لا 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 اكو قبل هذا هذا اسم التدريب كم اخذ التدريب من الوقت كم استغرق التدريب هذا التدريب اذا هاي جملة ماضي بسيط طيبان جملة الماضي البسيط شا حولها الى شنو اذا ماضي بسيط حولها الى ماضي تام عفية طيب اجي هسا اريد احول ال was the training او ال was بوحدها هاي احولها الى ماضي تام كيف يتحول ال was الى ماضي تام اولا تركيبت الماضي التام اجي احط اول مرة الفعل المساعد الخاص بالماضي التام اللي هو الهاد صح النوب اجي ااخذ التصريف الثالث ما للفعل واز لانترى هذا ال was هنانا ها بناتي واولادي هذا ال was الموجود هنا هذا مو فعل مساعد لا 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 هذا فعل رئيسي كان يكون هذا هذا فعل رئيسي هذا التصريف مالته هيك الات هيك الات التصريف مالته ماشي هذا يصير ال b هذا المضارع مالته was او where هذا الماضي مالته والتصريف الثالث مالته بن بن هذا التصريف الثالث فتصير هاد بن وخلصنا how long had been the training متمام مصحيح عفيا عليكم صح اوكي اكو غلط بسيط هنا عندي اكو غلط بسيط بس غلط مؤثر وغلط يوردنا موارد الهلاك اسم الله عليكم من الهلاك يعني بس يعني قصد هذا غلط فضيع بنسينا اهم خطوة من خطوات حل التمارين يا هي بلا يلا خلطيكم شوية فترة بتشوفوا لي وين الغلط هنا شنو الجملة البادية خليناها مثل ما هي طيب how long نزلناها مثل ما هي الادات سؤال طيب الواس وين هاد بن صحيح و the training هاي شنو وين الغلط الغلط وين عفيا عليكم الغلط هنا انه انه انا لازم اخلي شنو اقدم هذا الاسم اقدم على اليمان على الفعل المساعد مالتي ها فلازم شي صير هنا عندي بدل ما اقول بهذا الشكل هذا الشكل خطأ هذا الحل خطأ هذا الحل وهنان الخطأ مالت وين اولادي الغلط مالت هو انه انا بعدني خليت الاسم بالاخير شلون يصير لازم يصير قبل الفعل المساعد مالتي حتى شنو حتى احول الجملة من صيغة السؤال الى صيغة ماذا الى صيغة المثبت عفية فش يصير يصير الجواب الصحيح مالتي يصير الجواب مالتها بهذا الشكل شوفوا انتبه علي صير هاو لونغ هذه خلي نحاول اه نشيلها اذني صحيحة مليون بالمية واضح اذا لا توقعوني بهي شي غلط اه نطلع فرحانين يا حل يناها لكن احنا ما حل يناها اهم شي اهم شي يا ابنائي ويا بناتي انه تتذكرون ان تقدمون الاسم على الفعل المساعد حتى شنو حتى يصير عندي حالة تحويل من السؤال الى الاسبات نيجي الى الجملة اللي بعدها الجملة اللي بعدها شو تقول عندي هنانا هاي الجملة تقول هاولونغ هافيو بين فلاينغ وهنانا خلي نقول بله الدملة البادئة ما لتي شي آسكت علي هي سئلة علي هي سئلة علي قلت لا هاولونغ هافيو بين فلاينغ شغال صار لك الطير شغال صار لك وانت تمارس الطيران اوكي انزل الجملة البادئة مثل ما قلنا مثل ما هي وهاي شي آسكت علي نزلنا جملة البادئة مثل ما هي طيب شنو عندي بعاد اجي هسة على السؤال مالتي يبدأ باداة سؤال how long how long تنزل مثل ما هي ما لي علاقة بيها اجي اباوع have you been flying have you been flying اوكي هاي الهاف واضح راح نحولها الى ماضي ومثل ما قلنا من اكو بالجملة هاف او هاز وحولها الى الماضي بعد خلص ما احول اي فعل وراها هي بس هي تتحول بس قبلها لا انسى مثل ما غلطنا هنا اجيب الفاعل وحطه قبل الهاف اجي احول بالله هذا الفاعل هذا اليو ويا من راح يرتبط ويا علي علي التصريفات مالتا شنهية اذا كان فاعل فهي واذا كان مفعول به him واذا كان صفة ملكية فهز طيب اليو هذه ياه من هذني لا اكيد اله لان هاي فاعل وهذا فاعل فاذا هاي ليوش راح اصير راح اصير هي فتصير هاو لون هي هاي الهاف احولها الى ماضي شا تصير تصير هاد واكمل الجملة الاخرى مثل ما هي هاد هاي اعجبال هاي وهذا الش zaw هاي اخلص تصير الموضوع صارت الجملة عندي she asked علي how long he had been flying تمام تمام هاي جملة اخرى خلي اقول مثلا اY أنا سألتها هل لازلت تحبين العمل الجملة البادئة تنزل مثل ما هي نزلنا الجملة البادئة مثل ما هي مش عندي بعاد عندي هل لازلت تحبين العمل هنا عندي دو الدو هذه فعل مساعد تحذف ولا تعوض بشيء بس أعوضها بماذا بإف بس تتحول إلى ماذا ويا من راح ترتبط ويا الهير ورا خليجي على تصريفات الهير هذه إذا كانت فاعل تصير شيء وإذا كانت مفعول به تصير هير وإذا كانت صفة ملكية أيضا تصير هير إذن هذا شنو عندي هنا هل هو فاعل لو مفعول به لا فاعل فإذن تصير شيء إذن إف شيء إف شيء بعدين أنزل لستل مثل ما هي ما كداعي للتحويل مالتها وأجعل اللايك هذا اللايك هذا فعل مضارع أحول إلى ماضي والصير والصير واكمل الجملة وخلص والصير الجملة عندي الجملة اللي بعدها ما هو طريقك المفضل أو مستكك المفضل بالطيران وخلي أقول هنا مثلا she asked him هي سألته ما هو طريقك المفضل بالطيران أجي على الجملة البادئة أو أنزلها مثل ما هي وأقول she asked him أوكي أجي هسا على السؤال مالتي what is your favorite root what is your favorite root الwhat تنزل مثل ما هي أداة سؤال أوكي هسا عندي is your favorite root هاي اليور راح هذا كل فاعل شوفوا بعوني زين هذا كل فاعل يور favorite root هذا كل فاعل كل فاعل مثل the training هذا كل فاعل يور favorite root مستكك المفضل هذا وين راح يجي راح يجي يقعد قدام ال is اللي راح تتحول إلى واز يعني الصير ماضي فش الصير الصير what ال is أحولها إلى ماذا أحولها إلى ماضي فالصير واز بس قبلها أحط قدامها الفاعل فالصير what يور favorite root واز اهنان أجي هاي اليور أواشقها ويا من ويا لهم خلي أشوف بلا لهم هذه شنو شغلتها شنو تصريفاتها إذا كانت فاعل الصير هي وإذا كانت مفعول به الصير هم وإذا كانت صفة ملكية صير هز طيب خلي أشوف بلا هاي اليور شنو فاعله مفعول به لو صفة ملكية لا صفة ملكية يور يور صفة ملكية ويا من راح تصير تصير ويلهز فتصير هز هاي تصير هز فتصير what هز favorite what his favorite root واز شوفوا هنا أيضا إجينا قدمنا الفاعل على الفعل المساعد وأصبح بهذا الشكل نجع على سؤال آخر how did you feel on your first solo flight شنو كان شعورك بأول طيران منفرد طرت به وخلي أقول مثلا هو سألها أجي أنزل جملة البادئة مثل ما هي he asked هاي الجملة البادئة نزلت عندي مثل ما هي أجي أباوع هنا وعندي did ديروا بالكم did did how did you feel هذي فعل مساعد إذن تحذف تحذف من دون ما أعوض عنها بشيء بس ديروا بالكم did معناها ماضي معناها هذه الفيل راح تتحول إلى عفية ماضي تام وليو هذي راح ترتبط ويا منوية الهير خلي أشوف تصريفات الهير بله شنو الهير إذا كانت فاعل سصير شي وإذا كانت مفعول به سصير هير وإذا كانت صفة ملكية أيضا سصير هير طيب هذي هنانا شنو عندي فاعل أكيد فراح تصير شي وين راح تقعد الشي أكيد راح تقعد هنانا لأنني شيلتها لهاي فراح تبقى الوضع مثل ما هو ما أحول السؤال إلى إثبات وأصلا راح يتحول إلى إثبات فصير شي آس هير الهو أداة سؤال تنزل مثل ما هي زين هسا أجي على الفاعل هذا الفاعل اليو اليو هذا راح يرتبط بالهير راح يصير شي أوكي إذن هاو ألزل الشي وراها الفاعل هسا أجي على الفعل الفيل هذا شعور يشعر راح يتحول إلى ماضي تام هنا تصريف الفيل فيل فيلت فيلت هذا تصريفه إذن فيلت إذا إذا حول إلى ماضي تام شا سوي أول مرة أجيب الفعل المساعد ما للماضي التام هاد وبعدين أحط تصريف الثالث ما للفعل فالصير هاو شي هاد فيلت هسا أجي على أنزل الأون أوكي أنزل الأون هنا تنزل عندي سوري تنزل الأون هسا أجي على شنو على ضمير آخر ضمير صفة ملكية اليور هاي صفة ملكية اليور أيضا ويامر راح ترتبط وهي الهير والهير صفة ملكيتها شنو أيضا هير فإذا نصير أون هير ضاوع وبعدين أجي أنزل الجملة مثل ما هي فيرست سولو فلايت فصارت الجملة عندي الكاملة هي آسكت هير هاو شي هاد فلت عن هير سولو لايت هاي اليور أخاف تسألون اليور هذي هي صفة ملكية بمن ترتبط ترتبط بالهير لألا هي هاي مو ماي لو كانت ماي كانت تبطت هنا بس هاي مو ماي حيور فإذن ترتبط بالهير الهير صفة ملكيتها هير أيضا فصير هير هير سولو لايت الأخير هاو 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 وخلي أقول مثلا شي آسكت خلي بله شوية أجرب وأقول ذام آه ذام هذا أوكي ذام هذا حسا رح نجع دي تجي عندي أداة الجملة المتقدمة تنزل مثل ما هي she asked them حلو she asked them أجي أباوع هنا عندي السؤال يبدأ بفعل مساعد هذا هذا رح ينحدف ويتحول إلى f وهاد وهي الyou رح تصير بالنص آه تمام لولا هاي الyou بله خلي أدور هسا على الضمائر مالتي you ever had خلص بس الyou ويا من رح ترتبط ويا الذن خلي أشوف بله تصريفات الذن الذن إذا كانت فاعل ذي وإذا كانت مفعول به ذن وإذا كانت صفة ملكية فذير تمام لولا إذا كانت صفة ملكية صير ذير هذا الyou شنو فاعل واضح جاي ورا الفعل المساعد ذن فاعل إذن رح يصير ذي وهاي الhave قلنا رح تنحدف وتتحول إلى f وهاد وتجي ذي تقعد بمكان بالنص فش تصير تصير she ask them if they had مو تمام if they had أو if they had ever وأكمل الجملة مثل ما هي had scary experience scary experience when flying خلص ها هي انتهى عندي هذا السؤال وهنان هنا بمن ارتبط الذن الذن ارتبط هنان او عفو هاي الذن ارتبط هاي الي ارتبط بالذن وتحول إلى ذي فصارت she ask them if they had ever had a scary experience when flying وشوف هنان الhave هاد حولت من مضارع تام بسيط إلى ماضي تام بسيط بكل بساطة من دون ما انحس هذا هو الجزء الاول من الريبور تد كوشين وان شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نحكي عن الجزء الثاني الجزء الثاني بالريبورت ديكوشين راح يكون هو عبارة عن استخدامات الاي والمي والمي الاي والمي والمي طبعا هنا اكو عندنا السؤال هذا السابق ارجو ان تأشرون ويايا في صفحة رقم سبعة وخمسين هذا عندنا السؤال بي هذا اول اسئلة الريبورت ديكوشين بعدين ننتقل الى الصفحة رقم 71 وصفحة رقم 72 صفحة 71 وصفحة 72 هذه بيها الاسئلة الاخرى صفحة 71 وصفحة 72 هل سرح ارويكم اياها هاي صفحة 78 سوري صفحة 71 وصفحة 72 اذن بيهن تمرينيا ايضا من اهم التمارين من التمارين المهمة جدا في موضوع الريبورت ايكوشين هذه عندنا صفحة رقم 71 هذا هذا التمرين هذا تمرين اف في صفحة 71 وعندي التمرين جي في صفحة 72 هذه ايضا تعتبر من التمارين المهمة في تمارين او في موضوع الريبورت ايكوشين لهنا نكون خلصنا الجزء الاول وان شاء الله بالمحاضرة القادمة مثل ما قلنا راح نتعلم كيفية تحويل الضمائر الاي والمي والماي راح شوية نشرح عليها اكثر وانحل تمارين اكثر وبعدين نحل التمرين ينذني وبعد ذلك راح المحاضرة كانت شيقة وجميلة ما مليته من عدها ان شاء الله ارجو النجاح للجميع وارجو ان تكون المحاضرة هذه قد اطتكم فكرة جيدة عن موضوع الريبورت وان شاء الله نلتقي في القريب العاجل ان شاء الله مو بكرة بعد بكرة